انضموا لنا من تونس سيد بل حسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك سيد يحياوي على شاشاتنا الغد كل فترة يطلعون سيد عبداللطيف المكي بهكذا تصريح ضد راشد الغنوشي اتسأل معك عن ثقل هذه التصريحات والدعوة هل تطيح براشد الغنوشي ام ليس لها اي قيمة نعم هو من المعلوم مسبقا ان سيد عبداللطيف المكي من اشد المنافسين حتى لا اقول مناوئين لراشد الغنوشي او لطريقة راشد الغنوشي في تسير حركة النهضة وايضا في مواقف حركة النهضة السياسية مع بقية الفرقاء السياسيين وموقفه او رسالته هذه او تحذيره او دعني اقول العبارة الاصحية التهديد في حالة مواصلة راشد الغنوشي لرئاسة الحركة فان هذا يهدد الحركة بمعنى ان الحركة قد تذهب الى انقسام الى جزئين او اكثر باعتبار ان الكثير من القيادين في حركة النهضة يرفضون مواصلة راشد الغنوشي لرئاسة الحركة لفترة ثالثة تتذكر سيد يحياوي حول مئة قيادي ربما في حركة النهضة طلبوا منذ نحو اسبوعين او ثلاثة اسابيع راشد الغنوشي بعدم الترشح مجددا هل الان هل تصرب لهم اليأس جراء اصرار راشد الغنوشي على البقاء في رئاسة الحركة ام ربما ربما سيد بالحسن يحياوي نشهدوا مفاجآت بنهاية العام لا حقيقة يعني لنكن واضحين راشد الغنوشي بالنسبة اليه لا وجود لحركة النهضة بدون وجوده رئيسا لهذه الحركة هو يختزل كل حركة النهضة في شخصه وبالنسبة اليه ليس هناك اي مستقبل سياسي ممكن لهذه الحركة بدون ان يكون رئيسا وبالتالي لا يمكن ان ننتظر من السيد راشد الغنوشي ان يقوم طواعية بالتخلي عن رغبته في الترشح في المؤتمر القادم وتعديل اللوائح الداخلية لحركة النهضة بما يتناسب مع رغباته في ترأسه الحركة لفترة ثالثة هذا امر غير ممكن هذا من باب المستحيل في الجهة المقابلة يعني كل هؤلاء ومما فيهم السيد عبدالطيف المكي هم بين خيارين اما ان يرضخوا لارادة راشد الغنوشي ويستجيبوا لرغبة راشد الغنوشي في تعديل اللوائح والذهاب الى فترة رئيسية ثالثة او ان ينسحبوا او في احسن الحالات او احسن الخيارات بالنسبة اليهم ان يصمتوا ويمكنهم ان يعبروا او ينفسوا على غضبهم برسائل بتصريحات يعني في الاعلام ليس اكثر من ذلك لا يمكنهم اجبار السيد راشد الغنوشي على ترك كرسي حركة النهضة غيره هذا امر من رابع المستحيلات طيب اتسأل معك برغم كل هذه الانتقادات السياسية لراشد الغنوشي ربما اتهمت بخرقه للقانون والدستور ايضا في تونس تقربه من السراج ومن اردوغان وحتى وجوده بدون العالم التونسي في خلفيته كل هذه المواقف الا تطيح براشد الغنوشي وتقتله سياسيا اما زال واقف على رجليه من اجل رئيسة الحركة نعم الآن يمكن ان نتحدث عن الراشد الغنوشي داخل حركة النهضة وراشد الغنوشي خارج حركة النهضة الراشد الغنوشي خارج حركة النهضة كما تعود ومنذ عشر سنوات يمسك بخيوط اللعبة او يمسك برقابة الكثير من الفاعلين السياسيين من رؤساء احزاب وقادة سياسيين وبالتالي هم تحت ضغطه او تحت سيطرته داخل حركة النهضة السيد راشد الغنوشي لديه مفاتيح خزاء حركة النهضة بمعنى ان اي دعم مادي واي دعم اي اموال تأتي من الخارج او تأتي من امتلكات الحركة من الداخل او اي نوع من هذا الدعم الزخم المادي يملكه راشد الغنوشي وبالتالي هو يسيطر على عدد لا بأس به من قيادي حركة النهضة من الاصوات من المنتمين لحركة النهضة كما ان الكثير من هؤلاء يدينون بالولاء لراشد الغنوشي الاكثر من ذلك راشد الغنوشي سعى الى اعادة بعض المغادرين او الكثير من من غادروا حركة النهضة في مرحلة سابقة يعملوا على اعادتهم الى داخل حركة النهضة حتى يكونوا عضا لهم وبالتالي ليس هناك اي تهديد مباشر على الاقل في هذه المرحلة للسيد راشد الغنوشي معاركه السياسية التي يوجه بها مثلا الدستوري الحر او غيره هي سبيله للبقاء او هي طريقته للبقاء كفاعل سياسي لانه لا يمكن ان يعيش خارج معركة الاصداد وبالنسبة للحركة هو يمسك كل الخيوط اللعبة بزمام الامور شكرا جزيلا ضيفنا من تونس بالحسن اليحياوي المحلل السياسي شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة